اقيمت الوقفة الاحتجاجية الخامسة لطلبة كلية طب وجراحة الاسنان بجامعة طرابلس مطالبين فيها بوضع آلية جادة تعمل على استئناف الدراسة بالكلية شايفين وضع الكلية ثلاث سنوات تقريبا سنتين سنتين ونصف الكلية خشينا في مرحلة حرب وخشينا في مرحلة الوباء والجائحة لكن ايضا نتمنى ان القيطة بالاسنان تكون اسوة مباكة كليات احنا شفنا كليات قدرت بنظام الونلاين كان كل شيء منظم في كليات تانية قدرت باجرات احترازية سواء في طرابلس سواء خارج طرابلس لكن حاسين شوية كطلبة كدكاترة قيطة بالاسنان حاسين بالتهميش الطلبة وكذا اعضاء هيئة التدريس طالبوا رئاسة الجامعة بالاسراع في ايجاد حلول اكاديمية لاستئناف العملية التعليمية لطلبة الكلية هذا ممكن يعني خامس وستدس اعتصاموا نفس الشيء ونركبوا لي عميد رئيس الجامعة ونركبوا للعميد نفس الشيء يعني عبارة كل عليه وعود وهمية قلونا مثلا اسبوع الجاي اسبوع لي بعدها اسبوع لي بعدها وما يصير شيء ايقاف للعملية التعليمية تجاوز السنتين حيث اطبق هذا الايقاف على ابواب كلية طب وجراحة الفم والاسنان عقب اضراب عام للموظفين بالجامعة تلاه العدوان على العاصمة طرابلس وما انهزم العدوان اتت الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بتعليق العملية الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية بالبلاد حيث سببت الايقافات المتكررة هذه حالة زعاج كبيرة لدى عموم الطلبة بالكلية ليبقى التساؤل هنا هل كل هذا الوقت تخطيط لحل المشكلة ام اهمال متعمد يتعرض له الطالب في ظل انشغال الرقابة بجهات اخرى اشتركوا في القناة